لو صناع فيلم البدلة عارفين ان فيه شريحة من الجمهور حتدخل الفيلم ده وهي متشككة في درجة الكوميديا اللي ممكن تطلع من اكرم حسني وتامر حسني مع بعض هل انتم شايفين ان افضل طريقة لاقناعهم هي انك تديهم فأول مشهد ظهور شرفي الحسن الرداد فيلم البدلة بيحكي عن وليد وخاله حمادة اللي تولدوا مع بعض في نفس اليوم وعيشين تقريبا كل حياتهم مع بعض حمادة وليد بيشتركوا في صفتين اللي كنين فشلين واغبية في يوم من الايام وليد بيجيب من على فيسبوك ايفنت الحفلة معمولة هتحضر فيها بنت اسمها ريم كان بيستلطفها ايام المدرسة وبيصمم ان هو وحمادة يروحوا الحفلة دي وبيفهموا بالغلط ان الحفلة تنكرية حمادة وليد بيروحوا الحفلة ببضل زباط وبيتفاجئوا بمعاملة مختلفة تماما من الجميع وعلى رأسهم ريم فوليد بيقرر ان هو يتمسك بالبدلة على الاقل للغاية لما يكسب اعجاب ريم بالكامل وبعدين يصرحها بالحقيقة ولكن في مرة من المرات انتحالهم لصفة زباط بتحطهم في مواجهة مباشرة مع الارهابي العالمي ماركوس خسي جونزالس واحدات الفيلم بتنطلق من النقطة دي في ظل مواقف كوميدية رومانسية اكشنية هين علي افضل اطول في اني احكي لكم قصة الفيلم عشان ما اضطرش اقول رأيي بصوا يا جماعة دي عادة اكتر مرحلة انا بخاف منها في الكلام عن اي فيلم لي قعدة جماهيرية كبيرة لاني من ناحية عاوز اعبر عن رأيي بكل وضوح وكل صراحة ومن ناحية تانية مش عايز ادايق القعدة الجماهيرية دي فانا هحاول اخطار اوصاف للفيلم ما تبنش زي ما تكون هجوم مباشر عليه وما تخليش حد يقول يا ريتو مكان دخل الفيلم اصلا الفيلم وحش جدا ويا ريتني ما كنت دخلته اصلا عشان نكون واضحين بس من البداية انا فاهم كويس تصنيف الفيلم هو لا كوميدي اكشن اوي ولا كوميدي رومانسي اوي ولا كوميدي في اي درجة من درجات العمق هو كوميدي سطحي فقط مخصص للضحك باي طريقة واي اسلوب وانا متقبل جدا النوعية دي وبحب فيها افلام كتير نجحت في هدفها الاساسي ده ولكن المرة دي زي مرات تانية كتير بختلف فيها مع عدد كبير من حضراتكم انا مدحكتش بالقدر المطلوب في فيلم ما فيهوش اي حاجة تانية مثيرة للاعجاب بجانب الضحك وبدل ما كل مرة نطلع نتساءل هو ايه اللي مدحكنيش في مشاهد معينة انا نفسي افهم ايه اللي دحك حضراتكم في الفيلم ده هل دحكتوا من الاربع او الخمس نكت المخصصة بالكامل لمؤخرة اكرم حسني هل دحكتوا من المشهد المكرر بتاع اكرم حسني وتامر حسني وهما بيحاولوا يكسروا الباب فيقوم يتفتح فجأة هل دحكتوا من التحديث بتاع تامر حسني للمصطلحات والطرق بتاع التحرش هل دحكتوا من المشهد بتاع اكرم حسني وهو خارج بالجلبية القصيرة دحكتوا من المشهد بتاعهم هما الكنين وهما داخلين البيت بالملابس الداخلية انا بمنتهى الامانة ما قدرتش اضحك على اي مشهد من دول والصراحة المشاهد اللي دحكتني فاهم كويس اوي ليه ممكن ما تكونش مضحكة لناس كتير انا بصراحة اكتر مشهد دحكني في الفيلم هو المشهد بتاع اكرم حسني وهو عامل حكم في مطش الزمالك والمقصة بس ده لاني اهلاوي وفاهم كويس اوي قد ايه المشهد ده ممكن يدايق الزمالكوية كل ده وانا بحاول اتكلم عن الكوميديا والدحك بس مفيش اي داعي للكلام عن بناءه كفيلم مفيش اي داعي عن الكلام عن المشهد الدرامي اللي حصل ما بين الكنين والمفترض ان هو كان قطيعة ما بينهم تماما وفي المشهد اللي بعده كانوا بيغيروا هدومهم مع بعض وخرجين عادي مفيش اي داعي للكلام عن سر القدرات القتالية الخارقة اللي ظهرت عند شخصية وليد وخليته يقدر يهزم ارهابي عالمي مفيش اي داعي عن الكلام عن سر انهم يخلوا شخصية حمادة يبقى خال شخصية وليد وبعد كده ما يستخدموش ده اطلاقا في اي الشيء اللي علاقة بالكوميديا والله مش قصدي ارامي الكلام بجد كل الكلام ده في حالة وجود كوميديا فعالة وكثيفة ملوش اي لازمة ومفيش اي داعي للكلام عنه وانا بقول كده بس عشان عارف كويس ان الناس هتطلع تقولك ناقد ومش ناقد وبيدور عن حاجات ما بنشوفهاش والحاجات العجيبة دي يحسب للفيلم اللي اجتهاد في تصميم عدد كبير من المواقف اللي ممكن تطلع منها كوميديا كويسة ولكن اغلب المواقف دي تحطمت على ثلاث صخور الصخرة الاولى مفهوم انها مش موجودة عند كل الناس وهي ان بطلين الفيلم بالنسبالي دمهم مش خفيف الصخرة التانية ممكن تكون موجودة عند قعدة اوسع شوية من الجمهور وهي غياب الكيميا الكوميدية ما بين الشخصيتين والصخرة التالتة هي الكتابة الكسلانة من ايمن بهجة امر ايه اللي حصل لأيمن بهجة امر يا جماعة انا حقيقي بقيت حاسس ان احنا في وسط تجربة علم اجتماع هو بيعملها بانه يحاول يوصل لأقصى درجات الكسل في الكتابة الكوميدية ويشوف امتى حنبطل نضحك اه على فكرة مكتوب على موقع السينما دوت كوم ان الفيلم من تأليف ايمن بهجة امر وفكرة تامر حسني رغم انه باعتراف تترات الفيلم نفسها الفيلم مستوحى من الفيلم الامريكي لاتس بي كابس فتامر حسني عمل ايه بالزبط يعني ايه هو عنصر الفكرة اللي طلع بيها راح لأيمن بهجة امر وقاله تعالى ننقل لاتس بي كابس دي كده فكرة بس للامانة المواقف اللي موجودة في الفيلم ده مختلفة بشكل كبير عن المواقف اللي كانت موجودة في فيلم لاتس بي كابس وعشان كده كمان مرة بشكر الاكتهاد في تصميم المواقف وفي رأيي الشكر في الاكتهاد ده كله يروح لمخرج الفيلم محمد جمال العدل لانه اظهر قدرات معقولة جدا في الاخراج العادي والاخراج الكوميدي وعشان كده كمان مرة معدتوش وسط الصخور اللي تحطمت عليها المحاولات الكوميدية بالرجوع لموضوع الكيميا ما بين البطلين فالفيلم فيه عيب كبير جدا في تصميم الشخصيتين وهو ان اللي كنين فشلين واغبية اللي كنين واللي كنين في كل مشهد بيعلوا على بعض في نكة الغباء والفشل لدرجة اني ببتجي اسأل نفسي هو المشهد ده هيخلص امتى لغاية لما في الاخر بيقرروا ان اللي كنين يضحكوا على نكة بعض الفيلم مليان مشاهد فيها الشخصيات بتضحك على النكة اللي بتقولها ده ممكن يكون مقبول في ستاند اوب في مونولوج لكن مش في السينما يا جماعة النكة في السينما محتاجة نقطة انعكاس وما ينفعش نقطة الانعكاس دي تبقى تعليف كل مرة لو ضروري اختار حد فيهم يكون مفضل عندي عن التاني فضروري اقول ان اكرم حسني اجبرني اني استخف دم تامر حسني وبعدها على طول تامر حسني اجبرني اني استخف دم امينة خليل وبعدها على طول امينة خليل فجأتني بانها خلتني استخف دم ماجد المصري اه برضو في درجة اجتهاد مشكورة ولكنها غير مفهومة من ماجد المصري ومحمد علاء في انهم يتكلموا اسباني او ممكن يكونوا كانوا بيقولوا اي كلام وانا صدقت انه هو اسباني نفسي الناس تفهم ان ده مجرد رأي وانه رأي صريح وانه بيخسرني اكتر ما بيكسبني مفيش اي استفادة عندي من اني اطلع اهاجم فيلم مع علمي بالقعبة الجماهرية بتاعته انا دخلت في فيلم يوسف الشريف وانا بتمنى انه يطلع حله ودخلت البدلة وانا بتمنى انه يطلع حله بس ده مش معناه ان الافلام دي لما تطلع وحشة اطلع اجدب عليكم واقول انها عجبتني وخلاص وللأسف تدليل الجمهور لنجومهم المفضلين بيخليهم يستقروا عند نقاط معينة وما يصعوش في انهم يحسنوا ويطوروا من نفسهم انا المرة دي وانا بتفرج على اكرم حسني وتامر حسني مش حاسس باي نوع من انواع التطور او الرغبة في التطور دي نجوم كوميدية كبيرة جدا استقرت على النوعية والطريقة اللي هيكملوا عليها لان الجمهور اللي بيحبهم ما بيحاولش يعلي عليهم سقف التحدي ما بيحاولش يخليهم يكتهدوا عشان يدحكوا اكتر او انهم يخلوا طريقتهم مختلفة زي بالظبط ما جمهور تامر حسني اقنعوا ان العملية اللي عملها في دقنو دي نكحة وزي ما تكلمت عن العملية اللي اتعملت في مناخير حرية فرغالي الامانة تقتدي اني اقول ان تامر حسني ضحية عملية تجميل غير موفقة ودقنو بقت عاملة زي الدقن اللي عملها جيم كاري على سبيل الكوميديا في مي مايسولفان ايرين اتمنى برضو ان الناس تبقى فاهمة اني مدرك تماما ان تأثير اللي بقوله دا كله على صراع شباك التذاكر يا كادي اكون معدوم فاتطمنوا مفيش ناقط في الدنيا مهما كانت درجة تأثيره يقدر يؤثر على اداء اي فيلم جماهيري في شباك التذاكر ففي النهاية فيلم البدلة ما عجبنيش لو دا ما كانش واضح بالفعل يعني في قدر معقول من الاجتهاد وفي عدد من المشاهد دحكتني بدرجة معقولة ولكنها مش كافية اطلاقا لفيلم سطحي يهدف للضحك فقط على المستوى الجاد العلاقة الرومانسية ما بين تامر حسني وامينة خليل كانت كويسة وخصوصا في المشاهد بتاعت العرايس ولكن الاغاني كانت مقحمة وغير مقنعة ولم استمتع بيها على الاطلاق رغم اني ما بديقش اطلاقا من تامر حسني كمطرب تقييمي لفيلم البدلة هو 4 من 10 وده تقديرا لمحاولات الاجتهاد الموجودة في الفيلم ومقارنة بالمتوسط العام لمستوى الكوميديا في مصر مؤخرا مناقشة الحلقة في رأي حضراتكم ايه افضل فيلم مصري كوميدي شفتوه السنة دي ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شار و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي